ضيف العزيز أستاذنا رسوس دكتور السيد الأخرس أهلاً بك دكتور عيون عايزة الحوار المثير ده لأن اليوم يوجد مفاجئات وحوار مهم العلمي وتفسيري مهم جداً لكن هو السؤال اللي أنا طول الوقت طول ما أنا جايب أسأل نفسي لماذا بطارة الراحل المهاجرات الآن؟ سؤال من 1860 من أول اكتشاف المرض عند عالم جليل روكتانيسكي تحت المايكروسكوب واكتشف بقرة بطانة رحم المهاجره أنه خارج مكان الرحم وبدأت القصة من اليوم ده بعد ما كان المرض هل بجد صدفة؟ ولا ليه قواعده الخاصة؟ ولا هو كيان كامل ليه فلسفة وليه أدواته وإحنا نجهلها؟ أحياناً نكتشف المرض ونربطه بطريقة ظهور بشكل معين فنفاجأ أنه ما تمشيش مع طرق تانية بمعنى آه آه ده بطانة الرحم المهاجره هذا الكيان الغير أكسر أورديناري الغير اللي هو أكسر أورديناري يعني غير تقليدي غير تقليدي متفرد أن بطانة الرحم لو اتفقنا أنها يالجزء لو ده الرحم يالجزء المباطن للرحم هذا النسيج اللي موجود في هذا المكان وليه علاقة بالدورة الشهرية إيه علاقته ببقية الجسم كيف تتواجد هذه الخلايا في أماكن مختلفة يعني إيه مريضة تيجي تنزف من الأنف فتجد بطانة الرحم المهاجره يعني إيه مريضة تكح فينزل دم فيطلع بطانة رحم مهاجره يعني إيه مريضة يحصل فيه الحاح بولي وتبول أحياناً لإرادي أو متكرر فتكتشف إنه مش التهاب ده بطانة رحم مهاجره إنه فيه دم في البول دم السرطان ده بطانة رحم مهاجره يعني إيه انتفاخ في البطن ده بطانة رحم مهاجره يعني إيه ألم في العضلات ده بطانة رحم مهاجره يعني إيه تعب لا تشفوا منه أبدا chronic fatigue syndrome ده بطانة رحم مهاجرة يعني ايه كحة وأزمة ده بطانة رحم مهاجرة يعني ايه حمى بحرّي متوسط ده بتطانة رحم مهاجرة يعني ايه Multiple sclerosis ويتطلع بطانة رحم مهاجرة يعني ايه خلل في الغدة الدراكية ويتطلع بطانة رحم مهاجرة يعني ايه بؤر في الجسم طالع وندول ورام في العضلة البطن تطلع بطنة راحة المهاجرة يعني ايه دمور في عضلة يطلع بطنة راحة المهاجرة يعني ايه الام في السياتيكا والاعصاب ويطلع عن موضوع بطنة راحة المهاجرة يعني ايه يعني ايه هذا الوحش داخل المرأة وبيزهر امتى واذا كان ليه توقتي معين فازاي كمان يطلع لبنات لسه الدورة ما نزلتش ازا كان احنا بنقول مرتبط بالدورة يعني لو قلنا ان خلايا بتنتقل عن طريق الانبيب وتخرج برا يعني فنلاقي ان هو موجود لبنات مش موجود ليهم ارحم اصلا وفي بطنة راحة المهاجرة الله مش كنا بنقول لو شلنا الرحم نعالج بطنة راحة المهاجرة طب اللي ما عندهاش رحم عندها بطنة راحة المهاجرة ازاي طب مش قلنا لو شلنا الرحم والمبيضين بالتالي ازا كان هو بيعتمد على الهرمونات اللي طالع من التبويض فشلنا المبيض اهو وازا كان هو بينزل من الرحم فشلنا الرحم اهو فتتحل المشكلة فلاقي ان في بطنة راحة المهاجرة يعني ايه بعد سن انقطاع الدورة وما يطلق غلط يعني غلطا كده او يعني جملة خطأ انه سن انقطاع الدورة سن اليأس ويطلع بعديه بطنة راحة المهاجرة الله يعني ايه ان بعد انقطاع الدورة وتاخد بعض الهرمونات التعوضية فتنتشر بطنة راحة المهاجرة طب انا شلت الكيس ريجع تاني ليه طب ايه كمان بطنة راحة المهاجرة هل كان الحل فقط هو جراحي ولا دوائي ولا دوائي جراحي وهل بطنة راحة المهاجرة هل هي فقط بس اللي احنا بنتكلم عليه كيسة لتشوكولات يعني الكيسة اللي موجود الكيسة لتشوكولاتة اللي موجود في المبيض ولا احنا بنقسمها الى اوفيريان واكسترا اوفيريان يعني ايه يعني في المبيض وخارج المبيض وفي المبيض وخارج المبيض فنيجي نقسمها تاني داخل الحوض وخارج الحوض يعني لو جدت في المبيض والأعضاء المجاورة ليه فدموها داخل الحوض يعني خلاص بالمجاورة بدأ المرض ينتشر من عضو إلى آخر بالتلامس بس تفصل إزاي اللي راحت الرئة وتفصل إزاي أن يحصل كتامينيال نيوموسوركس يعني يحصل فيه تجمع أو هواء داخل الرئة شهريا أو مع الدورة الشهرية أو يحصل كوحة دموية شع حتى لو كان رير فنيجي نقول عنوان كبير لماذا بطاني ترحم المهاجر رقم واحد هو لا جالي ليه بطاني ترحم المهاجر زي أسئلة كتير جدا من البنات مش معنا لا لجاني بطاني ترحم المهاجر هو ده خلل ولا وراسة ولا طريقة أكل ولا هرمونات غلط ولا تعرضت إلى البيئة هل هي ده فقط الأسباب ولا في أسباب أخرى المرض ده له الطبيعة هرمونية لو طبيعة تأثيرها هرمونية لأنه برضو وليه علاقة بالبطنة وثيقة إحدى مرضانا الجميلات بتقول إيها تقول لك بدأ بس يتكون بدأ يتكون التهابي شكل التهابي وصل لمرحلة الصديق فبدأ من كتر هذا الالتهاب بدأ يحصل تضخم في الطحان الحتة دي مهمة قوي حتة مهمة قوي حتة أنه تدل على أن هذا المرض مناعي ما يسمى بارتيكولات سيستم بورولي فريش اللي هو تضخم الجهاز المسؤول عن إنتاج الخلايا أو التعامل مع الخلايا الدم الجهزة للتصدي للالتهاب زي الطحان فتضخم الطحال هنا في مرض في حالة مش المفروض تضخم الطحال إحنا بنخاف منه ليه مفكر أنه ده قد يكون مرض قد يكون أوراق لكيميا لكيميا لينفومة هوجيكين الكلام اللي هو ده اللي كن السراطنات خالص أو إذا كان بدأ يحصل سراطنات الدم أو بدأ يحصل زي ما أنت قلت إيه ريتيكول اندوسيل سيستم بدأ يحصل وبدأ ينتج بقى إحنا كنا عاوزين نمشي بخطوات يعني إيه النهاردة تأكدية وستيب باي ستيب للناس عشان أنا نفسي كان يفهموا النهاردة بجد كيف تنشأ أو تصنع بطنة الرحمة المهاجرة ثم تصدر خارج مكانها الطبيعي وإيه هالتوازن ما بين هرمون الإستروجين والبروجسترون ولو هو مرض أصلا بيعتمد على غذاءه الحقيقي الإستروجين هرمون الإستروجين والتالي يبقى فيه خلل فيه خلل لإنتاج هرمون البروجسترون عشان كده معظم الأدوية الخارجية تبقى هرمون البروجسترون هاو بروجستروجين زي كلها المصنعة بكل أسماءها المختلفة عشان يعادل الإستروجين وبالرغم بعض الأدوية اللي بتبقى بنيديها زي نظائر الجناندوتروبين عشان توقف الإستروجين اللي نلاقي برضو المرض أحيانا على بعض الأدوية اللي توقف الدورة بينتشر وبيكبر إيه ده لإنه هو عنده مصنعات الإستروجين الموضعي يعني لما تحرمه من الإستروجين العام في الجسم هو كل بقرة بقى تطلع إستروجين خاص بيها شوف قديه ماكرو ولقمه وعنفه ولما بتدي بعض الأدوية زي الأرموتزن هيبتور زي اللي بتدور إنه ما يكونش الإستروجين فيبدأ يتحسن الوضع ويأثر لبعض الناس وليه بعض الناس الجيناتيكس اللي هما أرايب واللي نسب بالبيطانة الرحمة الماجرى تبقى موجودة فيهم تصل أحيانا اللي طبعا أضعاف نلاقي كمان عندهم إن نسبة البروجسترون في جسمهم أقل من الطبيعي فيؤكد انتشار المرض عن غيرهم وعلى مستوى الخلايا والماتريكس اللي موجودة فيها الأرضية اللي موجودة فيها بطانة الرحمة والتوازن مع الميتالو بروتينز انزايمز والتيشو ميتالو بروتينز انهيباتورز يعني إنزيم موجود في بطانة الرحم مسؤول على إنتاج الخلايا بتاعة بطانة الرحم وواحد تاني يوازن إن البطانة دي ما تتوغلش فإزاي واحد يبقى أقل من التاني فتلاقي إن البطانة تتوغل لما تخرج برة مكانها الطبيعي فتتوغل في الأنسجة ليه عندها استعداد تبقى انفيزيف تاخذوا الأنسجة تخش تحت البريطون يعني إيه ده إيه الكدرة دي عندنا نظريات مختلفة ولكن النهار ده بس عشان يبقى الحالة دي ما تعديش لأنها صعب إنها تتكرر بجد لو إحنا هبدأ بحالة إن إحنا بنتكلم على بطانة الرحم المهاجرة وعلاقتها بالمسانة البولانية حالة سين ولا حالة نون قبل ما نتكلم بس نبص بصة صغيرة هنا لو إحنا قلنا رجعنا للسوديو هنا وقلنا ده الجهاز البولي كليتين كده كليتين حالبين مسانة بولية رحم بس الموقع الرحم الرحم كليتين هل ممكن بطانة الرحم المهاجرة لو كده واضحة الأمر يقول لي أه بس عايزة أشيل الكب ده بعيد يشيل ده كما أيوة كما واضحة الصورة كما أه حلو كليتين الكالية تنزل البول من الحالب هيروح المسانة البولية والمسانة البولية على بارة على مجرى البول خارجين إزاي بطانة رحم المهاجرة إحنا اتفعنا لو ده المبي الرحم خرجت من الرحم وراحت الجسم كله لكن إزاي تصاب المسانة البولية ببطانة رحم المهاجرة إزاي يصاب الحالبين ببطانة الرحم المهاجرة زاي صاب الكليب ببطانة الرحم المهاجرة المسانة البولية ممكن تصاب المسانة البولية ببطانة الرحم المهاجرة يأما برايم ريليجان يأما جالها فيها مبدئيا مباشرة فيها أو اتنقل لها بالجوار يعني يأما أثناء الجنين في بطن الأم لو قلنا المسانة البولية هنا يبقى ما بين المسانة البولية والرحم في جزء من تكوين الجنين يفضل موجود يأما بين فازايكو يوترين أو فاجين وفازايكل يأما بين الرحم والمسانة البولية يأما ما بين المسانة البولية والمهبل يفضل كامل الأنسجة دي لغاية لما البنت تكبر ويدب فيها هرمون الاستروجين والدورة الشهرية تنشط الخلايا دي اللي موجودة في علاقتها بالمسانة وتبدأ على سطح المسانة وتتواغل لداخل المسانة ادي لو كان برايم ريليجن في المسانة البولية يأم اياتروجينيك يعني بسبب جراحة قبل كده جراحة قبل كده ايه في الرحم اثناء عملية قيصرية او السقصة الرحم او السقصة الورمليفي بعض الخلايا تخرج وتنغرز في المسانة البولية لو جرحت او بقت على الخلايا الخارجية فتنزرع جوه يبقى ده شكل من اشكال المرض الموجود في المسانة البولية تيجي المرأة تشتاكب ايه تشتاكب تكرار في البول حرقان في البول احيان بول مدمم ممكن تشخص على انه سرطان في المسانة البولية هل ممكن نتعامل مع البطانة نرحم المهاجرة في المسانة البولية اه ممكن نتسقصة للورم اه عن طريق ايه يئما نخش بمنزار مسانة بولية منزار في المسانة البولية يئما على منزار البطن ونتعامل طيب ده هنتعامل النهاردة ممكن نعرض اكتر من خمستاشر حالة من داخل مستشفى الامم في بطانة رحم مهاجرة داخل المسانة البولية اللي فوق دي الدكتور حطت ايدو عليها دي المسانة البولية وتحتها الرحم وتحتها الرحم لكن احنا هنا كمان هنعرض عن حالة بدأ يحصل تلايف وبدأ نترحم مهاجرة اصابت الحالبين لدرجة قفلت عليهم وبدأ الحالبين دولة يرتشحوا يعملوا ضغط فقط يعملوا ضغط لو اعتبرت الكالية دي بتنزل البول كده والكلية دي بتنزل البول كده وبعدين هينزلوا في المسانة تتميل المسانة يخرج البول برا لو اتضغط هنا وهنا بيبدأ يحصل ايه حض الحالب ده يتوسع وبعدك هنا حض الكلا لو بدأ يقفل يقفل لدرجة قفل تماما الكالية دي مش عارفة تصرف اللي فيها تتضخم تتضخم وبعد كده تضيع خلاص حصل لها لص وبعدين يحصل لها اضمحلال وتنكمش وتفشل تماما يعني بمعنى اضاك لو احنا اعتبرت عاوز اقولي ان حالبين رجعنا بس الصورة دي كده تننقرب منها حالبين اكد ان كل واحد منهم بينزل اهو بنرفحها بقى شوية دي لو احنا قلنا قادل حالبين ماشي ماشي واضحة كده اه والاخدر ده حالب وبينزل نقطة البول والازرق ده حالب تاني وبينزل نقطة البول لغاية لما المسانة البولية تحت بتتجمع ولما المسانة البولية هتتجمع منها البول اللي نزل من الكلة باستمرار كده هنفضل المسانة لو اي جزء قفل الحالب ممكن يمنع البول ان ينزل بالشكل اللي نازل منهامر ده وبالتالي يحصل ايه ارتشاح في حود الكلة ارتشاح في حود الماء باستعال نبدأ من مدام نادية فرحات مرض بطانة الرحم والمواجرة داخل المسانة البولية نقدر نستقصل الورم بالكامل بالمنزار عن طريق البطن وجزء عن طريق مسانة البولية انت نورتنا لا خليك وساعدت بهذه الزيارة ساعدة غامرة وفي النهاية رسالة اسمعها منك انت اللي هتختب النار لجمهورك والله عاوز اقول ان احنا على الدرب مع بعض وعاوز اقول ان لسه الطريق طويل لمعرفة الحقيقة الكاملة لمرض مثل بطانة الرحم المهاجرة بابعاده الحقيقية بمدى انتشاره بمدى تعمقه بمدى خطرته بمدى الوعي المفروض بمدى حرصنا على بناتنا بجد ان احنا البربنت بيتر دان كيور او البربنت بيتر دان كيور الوقاية خير من العلاج والوقاية دائما لا تأتي الا الا بالمعرفة ومن يتقى الله يجعل له مخرجا ده حتى اتقاء الله وقاية عشان الاخراج يعني اتقاء الله كأنك تقي نفسك من الطقية انك يبقى فيه جزء من الوقاية لكن لما ربنا يقول له وذلك اقرب للطقوة الطقوة هنا مش معنى انه طقي يعني طيب او انسان وارع فقط ولكن ياخد كل اسباب الوقاية من الوقوع في المشاكل حتى في علاقته بالاخرين او بالمرض الحقيقة انت نورتنا واسعدتنا ويعني فعلا استفادنا استفادة كبيرة جدا من هذه ودائما مبتع ودائما متجدد وعندما اظن ان احنا وصلنا الى ذكر تفصيلي عميق جدا لمثلا المرض ما دائما بتبهرني في اللقاء اللي بعده وبتجيبلي حاجة جديدة للغاية عايز اقول حاجة مهمة جدا اسعدني جدا جدا حواري مع طيور مهاجرة مصرية اسعدني حواري جدا مع سيدة فاضلة عظيمة جدا مصرية هتعيش في ألمانيا حقيقة اسعدتني جدا بحوارها واستماح علينا لقاء مع صديق في هولندا استاذ إبراهيم لقاء مع صديقي في أمريكا استاذ إلياس الناس دي بتتفرج علينا وبتتفرج علينا بجد وأسعدني جدا إحساسهم وهم بيقولولي إن إحنا بنوبة مبسوطين جدا وإحنا بنقدمكم للأمريكان أو الهولنديين أو الألمان على إن دول هما المصريين الحقيقيين خليكوا دايما مع المصريين الحقيقي وخليكوا دايما مع الدكتوري مفيش حد ما بيشتجيش من أنا الضهر مفيش حد ما عندوش مشاكل ترقب دون كل الناس دهرابي خلينا نهارده نقرب من هذا البرانش من هذه زي ما تقولوا الهالة الجميلة حوالين علاج الألم المريض بيخش بالأشعة دكتورينا عندي الرابعة والخمسة لو سمحت تعليجني منها ودي تعباني جدا بعد ما نشوف المريض ونشوف إنه عنده رابعة والخمسة ونبتدي نكشف عليه وناخد التاريخ المرضي منه نكتشف إن المريض مش الرابعة والخمسة هاللي عملاله ألم هو المريض عشان كان عنده واجع أسفل الظهر فقال أنا هروح أعمل أشعة ووريها لدكتور فالأشعة بيانت إنه فيه غضروف إنما ده من سبب الألم فيه مفصلات ما بين كل فقرة وفقرة العمود الفقري وعدم الحوض اللي بنسميه مفصل الحوض العجزي هو المفصل ده ده يشكل 30% من ألم أسفل الظهر كانت أساليب بزي ما يقولون حديثة أو محدودة التداخل وهي حديثة طبعا لا جاء التكنولوجيا إيه الأساليب محدودة ده بنسميها أو بنطلق عليها يعني المرحلة التانية مع أو بعد العلاج التحفزي أول حاجة الحقن وهي التردد الحراري الحقن والتردد الحراري دي تقنية بسيطة التقنية دي بتتم داخل المستشفى تحت جهاز الأشعة وتعقيم كامل خلال نص ساعة المريض بيكون مخلص وبعدها بساعتين بيقدر يروح ويمارس حياته الطبيعية كويس جدا إحنا ما عندناش عضم فقط ده في عضم وفي أخشية وأربطة وعضلات ممكن يكون سبب ألم الظهر من حاجات تانية غير العضم أو من غير الإنساق الغضروفي ده مريض مثبت بشرايح ومصامير بعد عملية إحنا جاي بيشتكي بألم بعد العملية الألم ده نتيجة تكون تلايفات والتساخات جمدة جدا بعد العملية بنعمل عليه حقنا وتعرض حراري لجزور الأعصاب المتلايفة ونحن المواد بتدوب التلايفات وإحنا بنقول ألم المفاصل هنعد أفكر في الرجبة بط هنفكر أكيد في الرقبة هنفكر أكيد لألم تانية زي ألم العصب الخامس وألم العصب السابع زي الهدك زي الصداع النصفي قصص كتيرة جدا تحت منصومة علاج الألم